ومن القاهرة ينضم إلينا لمناقشة هذه التطورات عثمان مرغاني رئيس تحليل صحيفة التيارة السودانية سيد عثمان أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة على ما يبدو انفراجة إنسانية في المشهد السوداني إنجاز الوصف بالتأكيد تتعلق باتفاق بين الجيش السوداني والحركة الشعبية الشمال لتسهيل إدخال المساعدة لمناطق سيطرة الجيش ومناطق سيطرة الحركة الشعبية نريد أن نفهم في البداية هذا الاتفاق هل نضجت للتفاهمات المتعلقة بإدخال المساعدات وكيفية تسهيل إدخالها للمنطقتين هو طبعا أن هذا الاتفاق أشبه بشمعة في نفق مظلم لأن الفترة الماضية منذ انطلاقة هذه الحرب في الخامس عشر من أبريل الماضي لم يكن هناك أي اتفاق على أي شيء بين جميع الأطراف حتى هذه المنطقة كانت فيها كثير من الاشتباكات بين الجيش من جهة والدعم السريع من جهة أخرى وبين الجيش وقوات الحلو أيضا من جهة أخرى وبين قوات الحلو والدعم السريع هذا أول اتفاق ربما دعنا نتفائل ونقول أنها بداية للوصول إلى الاتفاق نهايي إيصال المساعدات لهذه المنطقة عملية حتمية ومهمة للغاية لهذه المنطقة لأنها تقريبا تعاني تماما من جفاف أي مورد يمكن أن يوصل إليها المساعدات الإنسانية والغذاء والدواء وغير ذلك صحيح أن السؤال سيكون بعد ذلك كيف يمكن إيصال هذه المساعدات الإنسانية خاصة أن فصل الأمطار الموسمي قد بدأ تقريبا في هذه المنطقة دائما يبدأ مبكرا وهذا يعني صعوبات لوجستية في الوصول إليها لكن بالضرورة على الأقل اتفاق الطرفين الآن يمهد لإمكانية أن يكون هناك نوع من أنواع التعامل على إيصال هذه المواد الغذائية للمنطقتين هل يتعلق الأمر سيد عثمان فقط بمنطقة كوردوفان التي لا تشهد الكثير من النزاعات تمت تفاهمات إلى حد معين بين الجيش وبين هذه الفصائل ولكن ماذا عن منطقة مثل الفاشر التي كذلك التقاري تتحدث عن ضرورة إدخال المساعدة بشكل عاجل إليها لا هناك الوضع مختلف تماما أولا ربما منطقة جنوب كوردوفان حاليا ليس هناك عمليات يعني الوضع إلى حد ما ساكن صحيح كانت هناك بعض المنايشات لكن الفاشر الوضع ملتهب جدا هناك الآن نذر حرب قادمة في الفاشر وهي حرب كبيرة الاستعداد لها من الجانبين أو من كل الأطراف كبير للغاية وهناك عدد ضخم من المتأثرين بهذه الحرب ملايين داخل مدينة الفاشر ويتأثر بها آخرون خارج مدينة الفاشر هناك الوضع مختلف جدا علاوة على أن الفاشر حتى الآن ربما بعيدة من خطوط توصيل الإغاثة الإنسانية الخطوط التي تأتي من الشمال عن طريق مطار بورسودان ومدينة الدبة وهذا تقريبا شبهي متعطل لأن اعتراض الدعم السريع على هذا المسار وهناك أيضا مسار آخر يأتي من الحدود الشادية الغربية لكنه أيضا لا يفي بمتطلبات الوضع في هذه المنطقة خاصة أنها ليست المنطقة الوحيدة التي تحتاج لمساعدات الإنسانية هناك مدن أخرى في دارفور هي أيضا تحتاج لهذه المساعدات عمليا لا يمكن تصور أي مساعدات الإنسانية يمكن أن تصل الآن في الفاشر في هذا الظرف الذي تحتشد فيه القوات من داخل وخارج المدينة نذكر دائما سيد عثمان بين الحركة الشعبية كانت اتخذت موقع الحياد في هذه الحرب ولكنها أساسا في 2011 أو بعد هذا العام كانت في مواجهة مع قوات الجيش السوداني هل يمكن القول الآن أن هذا التفاهم الإنساني في كردوفان يمكن أن يتبع بتفاهم عسكري ضد قوات الدعم السريع في الأخير يقال بأن قوات الدعم السريع تحاول التوغل جنوبا في كردوفان ربما يكون دافع أساسي متفق عليه بين الجانبين هذا التفاهم يدل أولا على أن هناك اتفاق سياسي هذا في المقام الأول ولكن عسكري ما كان من الممكن الوصول إلى هذا التفاهم لا أنا سأتي على العسكري هذا يدل على أن هناك اتفاق سياسي العسكري هناك مشكلة حقيقية حدثت تفاهمات بين الطرفين على مستوى القيادة الميدانية في الأرض وليس على مستوى القيادة العليا كان هناك هجوم من قوات الدعم السريع على إحدى المناطق في جنوب كردوفان اتحدت هنا كلمة الجيش الشعبي لتحرير سودان شمال مع الجيش وخضاء معا جنبا إلى جنب خضاء معركة ضد قوات الدعم السريع ذلك الوضع هو رغم أنه نوع من التناصر بين الطرفين لكنه غير مطلوب لأنه للأسف الشديد كان يتخذ من المنطلقات القبلية أكثر منها المنطلقات العسكرية بمعنى أنهما اتحدت رؤيتهما بمكونات قبلية أكثر منها مكونات عسكرية بين الطرفين الآن نعتقد هناك فرصة لتطوير هذا الموقف لما كان قبله لأن أصلا هناك اتفاق وقفة لقنار موقع بين الجيش السوداني وبين الجيش الشعبي معنى ذلك فقط هو العودة لذلك الاتفاق وتفعيل مواده مرة أخرى والالتزام به لأن الجيش الشعبي لم يلتزم به بعد بداية الحرب حاول أن يستغل بداية الحرب وانتهز الفرصة وحاول أن يحسن مواقعه العسكرية لكن في النهاية وجد أنه سيكون في مواجهة الدعم السريع فعاد مرة أخرى للتعامل مع الجيش نعتقد أنه فرصة الآن للعودة للوضع ما قبل الحرب أن يكون هناك نوع من التفاهم والاتفاق العسكري بين الطرفين شكرا جزيلا من القاهر العاصمة المصرية كنت معنا عثمان ميرغني رئيس سحري صحيفة التير السودانية